اهلا بكم ومناطق اكثر منها احزاب وطنية تمثل شعب العراق فالنظام السياسي الجديد في العراق بعد العام 2003 لعب دورا كبيرا في تمزيق التعايش والوئام المجتمعي عبر قيامه على اسس المحاسسة والطائفية والقومية وسجل فشلا واضحا في القدرة على بناء مؤسسات دولة حقيقية النظام السياسي الجديد وحقيقة الديمقراطية في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية هل ولد النظام السياسي الجديد في العراق مشوها منذ البداية ام انه تعرض للتشويه لاحقا بفعل عدة عوامل داخلية واخرى خارجية وما الذي حال دون قدرة هذا النظام المدعوم اقليميا ودوليا على بناء نموذج ديمقراطي حقيقي كما وعد الامريكيون بذلك وهل ما زالت الفرصة مؤاتية حقا لتدارك هذا النظام اخطاءه الكثير وسلبياته العديدة التي شهدتها المرحلة الماضية وما هي مسؤولية قوتين احتلال الرئيسيتين في العراق الولايات المتحدة وايران في مراكمة هذا النظام لاخطائه وعدم قدرته على العلاج والتصويم ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني فاروق يوسف اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في النظام السياسي في العراق وحقيقة الديمقراطية ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام فيية علماء المسلمين والأستاذ فاروق يوسف الكاتب الصحف العراقي سيكون معنا من لندن عبر السكايب مرحبا بيضيوف الكرام جميعا لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي الدكتور ما الذي جعل النظام السياسي الجديد في العراق مشوها منذ البداية بالرغم من انطوائه على الكثير من شكليات وآليات الديمقراطية التقليدية انتخابات وجود تعددية سياسية تداول للسلطة لكنه كما يقول طبعا اعداء او رافضوا هذا النظام انه مشوه منذ البداية بسم الله الرحمن الرحيم ربما العودة الى القول ان الخلل في العراق بنيوي هو الحقيقة الثابتة منذ عام 2003 لحد الآن دعم والخلل البنيوي الذي اقصده هنا هو ان العملية السياسية التي قيمت في العراق فيها خلل مشخص واضح وهناك دستور ايضا فيه كوارث كبيرة مشخصة واضحة الكل يعني خرج من الكل والكل يحمي الكل العملية السياسية بنيت على اساس المحاصصات الطائفية والاثنية وهذا هو الخلل الاساسي في كل القضية حول الشعب العراقي الى مجرد مجاميع طائفية واثنية لها تمثيل نسبي في انتخابات يسمونها انتخابات ويعتقدون ان هذه الانتخابات هي الديمقراطية والانتخابات ليست الديمقراطية الديمقراطية نظام كامل وما الانتخابات الا مفردة واحدة من المفردات الديمقراطية الديمقراطية ثقافة حياة ممارسة فكر كل هذا ثقافة مجتمعية وهذا لم يتوافر في الانظام السياسي الموجود غير موجودة نهائيا نهائيا اضافة الى دستور يدعم هذه العملية يدعم هذه المحاصصات بنية على اساس المكونات من البداية لم يبنى على اساس المواطن ذلك لم يعطي حق للمواطن مهما كان انتمائه مهما كان دينه مهما كان مذهبه ان يكون ممثلا بالطريق المثلك عراقي لا هناك تكوينات مكونات معينة ولكل مكون نسبة معينة في التمثيل السياسي في هذه الطبقة السياسية المسمومة هنا يكون الخلل طوال 15 سنة اثبتت التجربة انها تجربة كارثية على العراق جاءت على العراق بالفساد بالخراب بالدمار يتحدثون عن الديمقراطية وما شكل الديمقراطية ماذا تعني الديمقراطية يعني هذه الانتخابات الصورية هذه المجامع التي تجري بين فترة واخرى بحشد اعلامي وحشد مادي ودفع وقوة للذهاب الى الصناديق وغمس اصابعهم بما يسمونه الحبر البنفسجي لكي يعبروا عن اختيارهم لفئة معينة فئة طائفية فئة حزبية معينة مستفيدة من الحكم تسخر الحكم لغايات معينة ولاجندات خارجية على العموم يعني لا يمكن الان لأي قوة موجودة سياسية دكتور ايضا هناك من يقول انه هذا الطيف السياسي الموجود في العملية السياسية انما هو نعكاس ايضا للطيف الواسع في المجتمع العراقي الكل ممثل في هذه العملية السياسية وليس تمت اقصاء لأحد كيف يمكن ان يكون ممثلا يعني هو التمثيل قضية لها دراسات ومعايير كيف يمكن التمثيل اذا كان القياس وزير الخارجية قال حكومة ملائكية ليس هناك من حكومة في العالم الا و يعني مثل الحكومة الموجودة الان كل مكونات الشعب العراقي اثنياته وثقافاته واعراقه كلها موجودة في هذه الحكومة اذا كانوا يرونها حكومة ملائكية وتسرق من العراقيين طوال 15 سنة نحو تريليون دولار وتخرب البلد ولا تقدم للعراقيين لا تعليما ولا صحة ولا خدمات ولا أمنا ولا قيمة ولا كرامة للوطن والوطن مباح اذا كانت هذه الحكومة الملائكية اللي جعلت العراقين 10 ملايين منهم يأكلون من المزابل وتحت خط الفقر جعلت الامية 7-8 ملايين مواطن عراقي من الامية جعلت الامراض جعلت البطالة اكثر من 60-65% من العاطلين على العمل اذا كانت هذه الحكومة الملايكية كما يرونها تفعل هكذا وهذه غريبة عجيبة هل الملائكة تسرق هل الملائكة تزني هل الملائكة المشكلة كما قال ناء برئيس البرلمان ناء برئيس البرلمان الحالي همام حمودي قال اذا العراقيين كل سنة يذبوننا مليون طفل احنا الشر راح اللحق على صحتهم وعلى معيشتهم وعلى طبابتهم هذه يعني هذه من التفسيرات الغريبة عجيبة والمضحكة المكية نعم مشكلة في الشعب يجيب مليون طفل سنويا هم يحملون الشعب كل المسؤولية الحقيقة وهذه هي الكارثة وحتى بيان المرجعية يوم أمس سنتحدث دكتور عننا حتى طبع ما فقط في هذه الفقرة أيضا رمى الكرة في ملعب الشعب وحمل الشعب هذه الكارثة ال 15 السنة التي حلت في تأييد المرجعية لأحزاب وقوى دمرت العراق وسرقت العراق وشاعة الطائفية وشاعة الكراهية بين المواطنين وقتلت وأباحت الحدود وجاءت بكل القوى الخارجية لكي يكونوا يعني وجراء عندهم بهذه الطريقة وما زال الموضوع المواطن هو المسؤول وأنت إذا اختارت من يختار وكيف يختار وما هي الأسس المون الإطار خرب لم يتبدل هذا الإطار لا حديثة يمكن أن يقال نعم أستاذ فاروق يوسف في لندن اتحدث ضيفنا دكتور رافع أن هذا النظام السياسي جلب الخراب والدمار للعراق مجتمعا ومؤسسات ودولة ما الذي حاله دون قدرة هذا النظام المفترض أنه نظام ديمقراطي بدعوم إقليميا ودوليا دعم طبعا وما زال بشكل كبير على بناء نموذج ديمقراطي يحتذا به كما وعد أيضا الأمريكيون أن النموذج الديمقراطي في العراق سيكون نموذج لكل دول المنطقة سيعمم يستنسخ فشل في بناء نموذج ديمقراطي في بناء مؤسسات مؤسسات دولة رصينة ومحترمة بل رأينا العكس خلال 15 سنة الماضية الخراب والدمار والفساد وما إلى ذلك مسار خير مسار معرف احتمال يصدمك رأيي بالحقيقة الأمريكان ضحكوا ضحكوا على الشعب العراقي بالديمقراطية واللي ضحك أكثر على الشعب العراقي مثقفو العراق لما أهمهم متقدميين طبعا وبالذات شيوعيين أوهموا الشعب العراقي أن الديمقراطية مطلب شعبي طيب يا أخي شعب منهف شعب شعب كئيب شعب حزين من الحروب من الدمار اللي أحاط به من الاحتلال من التمزق الاجتماعي من التشرد من النزوح يحتاج للديمقراطية شعب فقير مع أنه من أثر دول العالم العراق يحتاج الديمقراطية وأي ديمقراطية يحتاج الشعب العراقي ثم ما هي الديمقراطية بالنسبة للعراقيين هل نحن ديمقراطيون فعلا اجتماعيا وثقافيا نحن لا ننتمي لشيء اسمه الديمقراطية هل الشعوب الفقيرة لا تحتاج للديمقراطية يعني ابتداء لا لا مو هذا السبب نحن عدنا تراث كامل من الاستبداد نحن مجتمعات ما لها علاقة بالديمقراطية نعم الديمقراطية مثل ما قال الاخ الفلاحي نظام مؤسساتي كامل ذكر المالكي لما حصر بموضوع الفساد بدأ يشيء من خلال أنصاره أنه منتخب ديمقراطية وأنه يمثل الشرعية بالحقيقة المالكي وأنصاره نسو أن الديمقراطية بها هامش ضيق اسم الشرعية لأنها هامش الأخرى البناء الديمقراطي الآخر أن المنتخبين يعرضون للمسائلة ويعرضون للعقاب وينطردون يعني الأنظمة الديمقراطية الحقيقية رؤساء الدول وهم مناصبهم يحولون إلى المحاكم ويزجنون وهذه قريبة من أدنى إسرائيل يعني الرئيس المزراء السابق الآن بالسجن لقضايا تتحلق هذه هي الديمقراطية يعني أنا لا أريد أن هناك مديح إسرائيل لكن هذه نسخة من نسخ الديمقراطية الغربية الأمير كان ضحكا علينا وقالوا يابا أنتو تحتاجون الديمقراطية الديمقراطية مالتنا أنتجت نظام على أساس قائم على أساس المحاصصة الديمقراطية بالنسبة للأميركان كانت تأكيد استمرار الوصفة المشبوهة اللي وضعوها من خلال مجلس الحكوم هل كانت المحاصصة العرقية والطائفية هي المعضلة الرئيسية في هذا النظام الذي يفترض أنه ديمقراطي هذه مشكلة الرئيسية هذه المشكلة التي جرت عليه كل هذه المشاكل وهذه السلبيات التي روكمت خلال العقد ونصف العقد لا لا هي واحدة من أهم المفاصل هي التي تتعبر عن روح المؤامرة يعني الجماعة الأحزابة والكتل السياسية اللي هي كتل طائفية وكتل دينية يعني جلب الديمقراطية للعراق كانت مؤامرة أستاذ فاروق جدا جدا شعب كان بحاجة إلى أن ينقذ ينقذ من فكرة أصلا الاحتلال الطيب الاحتلال الصالح يعني يعني نحن دائما نستعمل كلمة التغيير المثقفين للأسف العراقيين يستعملون كلمة التغيير في غير محلها البالحق قريط مقال البارح مكتوب منشور كاتب يتحدث عن التغيير اللي حدث 2003 ما يقول الاحتلال وهاي مشكلة كبيرة يعني لا يوجد شيء اسم تغيير بالاحتلال الاحتلال كلمة بغيظة وكلمة حقيرة وينبغي أن الإنسان يتعفف عن وصفها إلا بصفاتها الحقيقية وهي مشكلة يعني يعني نضحك عن ناس ولذلك يعني أي ديمقراطية عزيزي هذه ديمقراطية خبز 12 سنة من حكم حزب الدعوة اللي ينتخل ديمقراطيا هل أنتج الديمقراطيين في العراق هذا يحكمون عليه مؤاني بالحقيقة رغم أن العراق أخبارها صارت تنتشر سريعا في العالم يحكمون عليها عراقيون داخل المالكي ولا العبادي ولا المطلق ولا النجيف ولا أي شخص من الأشخاص الذين حكموا ويحكمون هو ديمقراطي بالحقيقة ثم 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 حزب الدعوة يحكم 12 سنة حزب الدعوة حزب ديني شنو علاقة الدين بالديمقراطية أصلا هم ركضوا الموجة الديمقراطية لأنه هي الموجة الوحيدة التي تبقيهم في السلطة الآن الموجة المدنية سنكمل في سياق الحلقة أيضا في الحديث عن الديمقراطية في العراق دكتور عبد الحميد العاني مشكلة النظام فقط كانت هي مشكلة المحاصصة العرقية والطائفية وبالتالي جرت على الدولة وعلى المجتمع كل هذه المشاكل ولحد الآن هذا النظام والعملية السياسية تراكم الأخطاء والسلبيات وطبعا يعني شيء جر شيء فساد انهيار في مؤسسات الدولة وما ذلك هل المشكلة فقط في قضية المحاصصة الطائفية والعرقية يعني رمكن أن نلخص القضية بجانبين جانب النظام الذي استظلت به هذه الكتلة الموجودة اليوم وثانيا الأدوات فلو نظرنا إلى هذه الأدوات التي نفذت هذه العملية وجرت على العراقي والعراقيين تقصد بالأدوات سركاء العملية السياسية كل المشاركين في العملية السياسية هم أدواتها هؤلاء كان غالبيتهم هم يعني كما نراها ويراها الشعب العراقي الذي هو الفساد والطقيان وفقدان الأمن وإلى كل ذلك هؤلاء جميعا يستظلون تحت مظلة العملية السياسية والعملية السياسية قائمت على ركن واحد وهي قضية المحاصصة لمن هنا حينما نحمل المحاصصة هذه المسؤولية ليس إعفاء لبقية الأسباب الأخرى وإنما ربما هي آثار وهذه الآثار أو هذه الأدوات كما قلت قبل قليل استظلت بهذه المحاصصة بهذه العملية السياسية وبهذه المحاصصة لتنفيذ كل هذه الجرائم وهذه الأثر سواء كانت جرائم مالية أو جرائم سياسية وأمنية وغير ذلك من هنا يعني نرى أو كما يرى الشارع العراقي جميعا أنه هذه باتت كأنها حماية فالمحاصصة الآن أصبحت قانون أصبحت دستور وبالمناسبة هذه القضية قضية المحاصصة نرى حتى أن هؤلاء المشاركين هم ينتقدونها يعني الآن انتقاد المحاصصة على مستوى الشارع العراقي جميعا المالك ساوى بين المحاصصة وبين الإرهاب وجميعهم يتكلم بهذا المنطق لكن هنا يختلف الغاية والهدف فالشارع المتضرر من هذه المحاصصة من آثارها من نتائجها يتكلم عنها بحرقة لأنه يرى أن هذه هي السبب وهذه النتيجة أما هؤلاء المشاركون جميعا كادون نسمع منهم مثل هذه التصريحات وتحميل المحاصصة السبب هم هدفهم شيء آخر وهو وهو كلام حق يراد به باطل لأنه ينطلقون أيضا طائفيا فيريد الاستحواذ يعني هو يتمنى أو يسعى ويعمل جاهدا لأن يستحوذ على كل العملية السياسية ولا يكون لبقية الشركاء إلا مناصب رمزية مناصب دماء وهذا هو الآن حاصل تقريبا حيث أن كثير من المكونات هي عبارة عن فقط أي قضية شكلية حتى يقال مثل ما ذكرت قبل قليل في المقدمة أحد النواب قال الموجودين الآخرين هم ذيول يعني نعم برلماني موجود وأحيانا يقولون نحن حكومة وطنية حكومة وطنية شركاء جميع الأطياف ممثلة في هذه الحكومة وحقيقة الأمر إنما هم تمثيل شكلي فقط ليعطى هذا الانطباع أمام الناس وليكون أيضا ستارة خادعة تحت ظلها تنفذ هذه البرامج برامج الطائفية وتحقيق الأهداف الخاصة لهؤلاء الفاسدين الذين هم أدوات لهذه المحاصصة إذن المحاصصة باتت هي المظلة وهي القانون الذي يحمي هؤلاء الفاسدين وبالتالي لا غنى لا غنى لشركاء العملية السياسية عن المحاصصة وإن هاجموها لا يمكن أن يعيشوا خارج المحاصصة لأنه تكون كأنه انكشاف الغطاء الذي يحميهم وانتهاء هذا المشروع بالتأكيد وكما المحاصصة بالمناسبة هنا باتت تغذية للمجتمع الذي تأثر بهذا الخطاب ولذلك أصبح ربما أحيانا مشاركا من حيث يدري أو لا إذا أو متأثرا بهذا تغذية وتغذية عكسية دكتور رافع الفلاحي على الرغم أن شركاء العملية كلهم يقرون أن هناك مشاكل وهناك أخطاء وهناك سلبيات في العملية السياسية وطبعا يقرون أيضا ويتحدثون عن حاجة ملحة للإصلاح هناك من يعتقد أن فرصة الإصلاح وتصويب مسار العملية السياسية وقته لم يفت لا زالت الفرصة سانحة ومؤاتية لتصحيح هذا النظام لأخطائه وسلبياته التي كانت في المرحلة السابقة وأنه نظام ديمقراطي يتسم بالكثير من الديناميكية والحركية النظام متحرك وليس جامد ومتبلد لتصحيح المسار فعلا الصورة هكذا أستاذ ماجد داني قبل ما أجيب على ذلك ركز على نقطتين أساسية ربما أرى من الضروري ذكرها عندما نتحدث النقطة الأولى عندما نتحدث عن النموذج العراقي والأحزاب التي تحكم العراق الآن ونتحدث عن الديمقراطية نأتي بالحديث بالربط بين الديمقراطية والدين والأحزاب الدينية علينا أن نعترف وأن نقر أساساً أن كل الأحزاب التي تحكم العراق الآن هي ليست أحزاب دينية ربما تسمي نفسها أحزاب دينية لكن في واقع الحال ليس لها علاقة لا بالدين ولا بقيم الدين ولا بتراث الدين ولا بكل شيء لكن لا تكتر على الأقل من حيث الشكل هي أحزاب دين مشوهة مشوهة جداً وهي مقصودة لتشويه الدين ولتشويه كل قيمة هذه حقيقة لأنه إذا هذه الأحزاب تمثل الدين وأنا أقصد الدين الإسلامي نعم بهذه الطريقة بهذه الطرق القتل والطائفية والتخريب والسرقة والنهب وانتهاك الأعراض وتهجير الناس وسرقة أموالهم وتخريب بلد كامل ودفع الناس إلى المهاوي والمخدرات والأمراض والفقر والبطالة وكل هذا والرشة هذا ليس له علاقة بالدين مطلقاً فلذلك الحديث عن الديمقراطية والدين بهذه الطريقة يجب أن يبعد لأنه هذه شكله هذه القضية الأخرى التي يجب التأكيد عليها الديمقراطية والطائفة والطائفية لا يأتيان على سطح واحد أبداً مثل الصيف والشتاء لا تستطيع أن تأتي بالصيف والشتاء على سطح واحد الطائفية والديمقراطية لا يمكن أن يكون في إطار زماني ومكاني واحد مستحيل وهل في العراق جمع بين الديمقراطية والطائفية بالتأكيد لكن شركاء العملية السياسية كلهم يهاجمون الطائفية وينبذونها ويشنعون عليها نعم الطائفية حتى نتكلم بشكل واضح هي أحزاب طائفية أحزاب عرقية نقول لي حزب الدعوة وحزب المجلس ما هذه الأحزاب أحزاب طائفية أحزاب مناطقية وأحزاب كردية أحزاب قومية وبالتالي أنت أحزاب إثنية وأحزاب طائفية تعمالها ليس لها علاقة فديمقراطية مع هذه الخلطة لا يمكن أن تقدم فلذلك الحديث عن الديمقراطية كذبة كبيرة وأمريكا تعرف ذلك والغرب يعرف هذه القضية هذه قضية لا تحتاج يعني في أوليات في مبادئ السياسة العامة لا يمكن تجمع بين هذين المكونين لا يمكن هاي وعد أما أنه إمكانية إصلاح ما يمكن إصلاحها والزمن مثل ما سألت حضرتك ونظام متحرك دينامي عند القدرة على إصلاح نفسه ذاتيا نعم أنت تأتي الآن بعد 15 سنة لا 15 يوم ولا 15 شهر ولا 15 أسبوع تتحدث بعد 15 سنة تأتي إلى المخرجات تحدث عن النتائج الآن نتحدث عن النتائج الآن الشعب العراقي والعراق حصد نتائج هناك أزمات متفاقمة طوال هذه السنة والتتفاقم وهناك صناعة الأزمات يوم بعد يوم على كل المستوىات الحياتية للمواطنين وفي كل الاتجاهات أزمات اقتصادية أزمات أمنية أزمات أخلاقية أزمات صحية أزمات كل شيء هذه موجودة في البلد وهم يعترفون بها ثانية هناك تعليم منهار هم يعترفون بذلك هناك خدمات معدومة نهائيا الكهرباء متقطعة وفي بعض الأحيان قد لا تصل مع صرف هذه المليارات التي تتحدثوا عنها التعليم في أسوأ مراحلة الرعاية الصحية في أسوأ مراحلة الخدمات كلها معدومة انتشار الأمية نحن الآن بعد العراق في السبعينات وهذه ليس دفاعا عن نظام وهذا الكلام أريد أن أؤكد هنا الكلام ليس له علاقة لا بمذهبية ولا دفاعا عن مذهب ولا انحياز لمذهب ولا انحياز لهذه الطائفة أو تلك لا ولا انحياز لنظام سابق ونظام قادم أبدا هذا التوصيف لواقع حال نعم الأمية الآن بعد أن كان العراق قضى على الأمية الآن الأمية ثمان ملايين مواطن عراقي الأمية الآن الأمية عادت للعراق والجهل بطريقة غريبة عجيبة الآن البطالة 65% الآن الفقراء عدت الدكتور على مستوى مخرجات الجامعة إن صح تسمى بأمية مقنعة نعم التعليم العالي في العراق كله خارج خارج الحسابات خارج قوائم التقييم العالمي نعم أخرجت يعني عندما يضعون وآخرها قوائم جافوس اللي وضعوها العراق غير موضوع به لأنه ليس فيه تعليم عندما سؤولي لماذا قالوا ليس فيه تعليم فأنت ليس لديك تعليم حتى في تقييم المدن الصالحة للعيش العراق خرج لأنه المعايير بعد ما بتوفر به نعم نعم بغداد عندك فقر وزارة التغطية تتحدث عن 32% يعني ثلث الشعب العراقي وأكثر من ثلث الشعب العراقي فقراء تحت خط الفقر وأنت بالتالي أنت الثلاثة أربعة الشعب العراقي فقراء والباقين في آتما كيف يمكن لهذا هذه المنظومة وغيرها الكثير العدالة المفقودة الخراب معتقلين مهجرين لديك خمس ملايين العراق من خيرة الكفاءات العراق في المرتبة الثالثا في الإعدامات بعد الصين وإيران نعم من خيرة الكفاءات خارج العراق لماذا لا أحد يسأل عنهم ذهبوا ولن يعودوا يعني ذهبوا ولن يعود هذه كارثة فأنت مخرجات التعليم مخرجات الصحة مخرجات كل شيء في المجتمع الآن تسأل أي استفتاء الآن أي استبيان للشباب في العراق وآخرها جرى استبيان من يعني من شركات كبرى دولية للشباب العراقي ما هي أمنياته الأمنية رقم واحد هي الهجرة الشباب العراقي عماد عماد البناء في أي بلد طيب إذا كان هذا الخراب بهذا الحجم كيف يمكن انتخابات كيف يمكن توجيهات كيف يمكن وعود كاذب 15 سنة يسمع الشعب العراقي أن تصلح هذا العراق الخلل في النظام الذي يحكم العراق لم يزال هذا هذا ليس تجنيا هذا ليس تعصبا هذا ليس تطرفا هذا توصيف للواقع هذا يجب أن يزال لكي يصلح الحاج هذه هي الحقيقة إذن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في طاولة حوار على النظام السياسي في العراق وحقيقة الديمقراطية ابقوا معنا مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيل سات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أهلا بكم مشاهدي كرام في هذه الحلقة التي تبحث في النظام السياسي وحقيقة ديمقراطيته في العراق وفي الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني والأستاذ فاروق يوسف من لندن عبر اسكايب أستاذ فاروق يوسف في لندن ما هو السبب الذي يجعل هذا النظام مصاب بكل هذا العوق أو الشلالية والجمود الملازم له منذ 2003 إلى اليوم وقدرة عجيبة على مراكمة أخطائه وسلبياته وعدم التوقف أو عارة النظر هذه السلبيات والأخطاء التي هوت بالبلد والمجتمع إلى هذه الهوة السحيقة على الأقل المراجعة من أجل نفسه من أجل هذا النظام خاصة في ضوء هذه النقمة الشعبية الرفض الشعبي الذي يتجلى بمهاجمة اللافتات الانتخابية تمزيق الصور عزوف كبير عن المشاركة كما اعترف أحد أذكان العملية السياسية قبل يومين ياد علاوي لماذا لا يراجع هذا النظام أخطاء على الأقل من أجل نفسه لا من أجل العراقيين لا من أجل العراق بس اسمح لي بالعودة إلى ما قال ضيفاك نعم عندي ملاحظة أتخيل أن الأستاذ الفلاحي بيه كلامه بيه شيء من المجاملة الأحزاب اللي تحكم بالعراقية فعلا أحزاب دينية هي هاي الأحزاب الدينية يعني احنا هل نتخيل أن الأحزاب الدينية غير هذه بالعكس المالكي لا أشك أنه متدين المالكي مثل أسامة بن لادن أسامة بن لادن متدين أنا لا أشك بدين أسامة بن لادن المشكلة وين والمالكي أيضا متدين العبادي متدين هذا الله عمار الحكيم متدين كلهم متدينين وأحزابهم أحزاب دينية ما هو المشروع الديني أصلا إذا تحول الدين إلى السياسة تحدث الكثير يعني إذا سمحت لي أنا بس خلينا أيضا عقب يعني هل متصور أن إنسانا متدينا تدينا حقيقيا على رسول الدين حقيقية ينزع إلى ما نزع إليه يعني الأسماء اللي ذكرتها يعني حضرتك أو هاي الأحزاب الدينية خلي الراجع البرنامج الديني نعم إحنا ليش نظل نجلبين مرويات وأساطير وخرافات الراجع البرنامج الديني الطائفي أحدهم هنا بلندن قال إحنا قال لولا مولانا شو تسرقته فلوس العراق قال هذا حق الإمام خلي الراجع الكتاب الكافي خلي الراجع الكتب اللي يستندون عليها الطواف تستند عليها هاي أحزاب دينية يعني الآن ماشي أستاذ فاروق حتى لا ندخل في هذا الموضوع متاهاته وإشكالاته قضية الدين والتدين نتكلم عن هذا النظام شلل هذا النظام المشكلة لأنه الممسكين به الأقطاب الرئيسية له لأنهم متدينون أم القضية متعلقة أنه خرج من رحم غزو أجنبي قام على المحاصصة باشترح الفساد أولا أولا هو بنى على أساس المشروع الأميركي نعم هو مشروع الاحتلال والمشروع الاحتلال باعتراف الأميركان جاءوا لتدمير العراق تدمير مجتمعا ودولة ومؤسسات ومستقبلا وأجهال هناك في العالم أيضا إذا سمحت لي أنظمة سياسية خرجت من رحم احتلال في ألمانيا احتلال كان أمريكي في كوريا الجنوبية في مناطق أخرى اليابان 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 نعم كل الأحزاب لازم نلاحظ كل الأحزاب اللي حكمت بعد الاحتلال هي أحزاب من داخل بنية المجتمع الداخلية من الداخل ما نجابهم المحتل وياه على دباباته ولا جواه مؤيدين للاحتلال هاي مشكلة كبيرة مشكلة أخلاقية وسياسية وثقافية اجتماعية هؤلاء مرتبط بصيرهم بالمشروع المحتل اللي هو المحتل الأمريكي زائد المحتل الإيراني هناك تسوية أمريكية إيرانية هي التي تنتج الحكومات العبادي أنتج بهاي الطريقة واستبعد المالكي النقطة الثالثة الحقيقة هي أريد أكمل على ما قال الأستاذ العاني بصدد المحاصصة المحاصصة بالعراق تحولت إلى ثقافة شعبية وهو هنا أخطر ما في الموضوع نعم أنه أنت وزير منكم وزير من أدنى مدير عام فراش من أدنى فراش من أدكم يعني صارت وهذه لبنان أمام احنا لازم نشوف لبنان لبنان الأساتذة الجامعيين ما يتعينون إلا إذا وافقوا زعباء الطوائف عليهم نعم يعني إذا أنا شيعي وأستاذ جامعي وريد أتعين أستاذ جامعي لازم حسن نصر الله أو آخر لآخر أبو أمل نبي ميري يوافق على اسمي نعم وهذه الكارثة المحاصصة لا تخلق نظاما سياسيا عادلا على الإطلاق المواطنين يبحث عن المواطنة يبحث عن العدالة الاجتماعية المغيبة الغائبة العراقيين مثل ما قلت أنا ما كانوا يبحثون عن الديمقراطية يا أخي كانوا يبحثون عن عدالة اجتماعية يا أخي خليوا صدام مدى الحياة لكن الناس عايشة بعيد عن العنف بعيد عن الطعب بعيد عن الحوف ورواتبهم جيدة صدقني كلها تفرح بنظام استبدادي نعم واضح أشكرك دكتور عبد الحميد العاني يعني هناك من يعتر لهذا النظام ويجد له العذر في فشله وقدرته على الإصلاح والتقويم أنه منذ نشأته الأولى على الرغم من كل السلبيات التي رافقت النشأ جوبها بعاصفة من التحديات في الداخل كانت هناك مقاومة كانت هناك مشاكل كثيرة أخطاء ومراكمات النظام السابق وأيضا في الخارج يعني هذا النظام أيضا جوبها بالريب والشك من دول المنطقة ولم يلتقط يعني أنفاسا للحظة واحدة وبالتالي لم تتوفر أمام فرصة للإصلاح أو التقويم هو في حالة مجابهة منذ 2003 وحتى اليوم دقة مثل هذا الدفع يعني أولا بداية أيضا أعقب على ما قاله الأستاذ فاروق حتى أصحح أو نحدد المسار لا يجتمع الدينية والطائفية يعني الطائفية هنا هذه الأحزاب الطائفية هي أصبحت مشوهة للدين وحينما بالتالي حينما نقول عنها أحزاب دينية كأننا نعطيها شهادة تسكية لأنها تتخذ الدين كستار وعباءة لتنفيذ طائفيتها فإذن هي حينما نقول طائفية هي ليست الدينية وإن كانت تتخذ الدين ستارا لها هذا أمر الأمر الآخر أيضا ما ذكره قضية الشعب هنا الشعب اليوم شعبا مكرها يعيش في أزمات مفتعلة وما ذكرته قبل قليل من هذه الضغوط لو نسأل هذه الحكومات المتعاقبة عقب الاحتلال كيف تعاملت مع هذه الأزمات سنجد أنها هي التي كانت سببا في إيجادها وأتذكر قبل قليل ربما أشار الدكتور رافع قبل قليل هي أوجدت التحديات التي اعترضت طريقها طبعا افتعال هذه الأزمات افتعال الأزمات لأنها تصب في إطار ما نتحدث عنه وهو الشحن الطائفي ولذلك أصبح الشارع هنا منساقا بهذا الشحن الطائفي ومنفذا في بعض الأحيان لهذا النظام ولهذا البرنامج طيلة السنوات الماضية كيف تعاملت هذه الأنظمة وهذه الحكومات مع هذه الأزمات المفتعلة أو حتى الضغوط الخارجية هل قدمت حلولا لها أو هل تعاملت معها تعاملا إيجابيا يعني قصد لحل هذه المشاكل بالعكس نرى أنها اغتنمتها أيضا هذه الأزمات وهذه المشاكل أولا لتعميق الهوة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي وثانيا أيضا اتخذتها حجة لتنفيذ مصالحها الخاصة وهو الفساد والسرقة وغير ذلك من أمور كثيرة حتى القضية الحرب على الإرهاب كما يقال وبالاتفاق الجميعهم يقولون ويرفعون الشعار أن الإرهاب لا دين له فلماذا سيس هذا الأمر وسيس طائفيا وأصبحت الحرب على الإرهاب أيضا حربا طائفيا وتساق أو يعني تسير في هذا الإطار الإطار الطائفي لذلك نرى هؤلاء جميعا في طيلة السنوات الماضية هو كما قلت قبل قليل مثل السمك الذي لا يعيش بدون ماء لا يستطيعون العيش خارج إطار أو بيئة الطائفية لذا نرىهم أنهم يقومون بشحن الشارع العراقي شحنا طائفيا في كل الأصعدة وفي كل الدوائر وفي كل المجالات سياسيا أمنيا اقتصاديا وباتت كل المؤسسات في غالبها في الغالب الأعم جميع المؤسسات اليوم هي منابر لهذا التأجيج الطائفي ولهذا الشحن الطائفي حتى أصبح انعكاس هذه الطائفية على الشارع العراقي فنرى كثير من أبناء الشعب العراقي للأسف ينفذ هذا الأمر من حيث يدري ولا يدري بسبب أنه غير مختار أصبح شعبا مكرها لك اليسير في هذا الإطار نعم دكتور رافع الفلاحي يعني القوة المؤسسة لهذا النظام والداعمة له أمريكيون إيرانيون وحتى المشاركون فيه كانوا جادلون أنه نظام يستقي شرعية وجوده من الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع برغم من كونه قد قرج من نظام من رحم غزو أجنبي الآن هل بقيت هذه الدفوع مقبولة في ظل هذا الرفض الشعبي النقمة الشعبية العزوف الشعبي عدم تصديق المجتمع أو حمله الوعود معود سياسين بالإصلاح أو تقديم شيء عدم حملها على محمل الجد هل بقي هذا النظام هل بقيت له شرعية أستاذ ماجد قضية الشرعية يحاولون التضليل في قضية الشرعية مفهم الشرعية في العراق هناك تضليل كبير على القضية وطبعا تساندهم في ذلك الأبواق الأمريكية والبريطانية والغربية بهذه الطريقة لأن هذا النموذج الذي أرادوه في العراق هو النموذج الذي أرادته أمريكا والذي فرحت بإيران وهذه الطريقة يتحدثون عن الشرعية بطريقة غريبة عجيبة الآن لو نرى الخارطة السياسية للعالم كله أي حكومة تشكل في أي بلد يسمى ديمقراطي في أوروبا لديها برنامج تقدم البرنامج تطرح برنامجها اللي ستنفذ الحكومة برنامج انتخابي انفشلت نعم أي حكومة لا تشكل حكومة بعد انتخابات تشكل حكومة وهذه الحكومة تقدم برنامج برنامجها للعمل انفشلت في تقديم هذا هي تفقد شرعيتها يجب أن تستقيل لأنها غير قادرة على تنفيذ البرنامج الذي وعدت بتقديمه حتى لو جاءت عن طريق صناديق حتى لو جاءت فشرعيتها تستمد من الخدمة التي تقدمها وليس من الصندوق أبداً هذا الصندوق فيه غيش في بلد هو خامس من بين أكثر خمس بلدان في العالم فساداً لا تحدثني عن انتخابات نزيهة وعدالة نزيهة وقضاء نزيه هذه كذبة كبيرة ولا يمكن تقبلها أي عقل ما يقبلها بلد من بين أكثر خمس بلدان في العالم فساداً إدارياً ومالياً تحدثني به عن انتخابات نزيهة وعن قضاء نزيه وسلطات ترعاة هذه كذبة كبيرة وأحزار طائفية تتحكم بالمشهد كله وبالتالي تحدثني عن انتخابات وأصابع بنفسجية والشعب انتخب الشعب لم ينتخب هناك تضليل هناك خراب فيه أمية وفيه خراب وفيه طائفية وتحدثني عن أن هؤلاء شرعيين الشرعية في تقديم الخدر خمس طاع السنة ماذا قدموا للعراقيين وعود ملايين وعود كلها كاذبة وكلها سقطت العراق تحول إلى قزم سياسي حدودها مفتوحة أمية خراب سرقات نهب رشاوة تهجير قتل سجون سرية مقابر جماعية كنا نتحدث عن مقابر جماعية لان كم مقبر جماعية في العراق العراق كله تحول إلى مقبرة أنت تحدثني عن نظام استبدادي والآن ما شكل هذا النظام يعني ما طبيعة ماذا يفعل النظام الاستبدادي هناك وعود كبير في المرحلة القادمة أنها ستكون مختلفة تماماً عن المرحلة التي سبقت لاختلاف ظروف هناك ظروف ومتغيرات في المنطقة وفي العالم المستقبل يبنى على الحاضر ويبنى على الماضي لا يمكن للمستقبل أن ينزل ببراشيوت هكذا يعني على غفلة من الزمن التعول هذه الأحزاب السارقة النهبة التي قتلت التي هجرت إلى أحزاب ملائكية مثلما يصلها الجعفري هذا الفيلسوف الكبير لا يمكن هذه القضية كذبة كبيرة فإذن الشرعية أساساً هذه الحكومات غير شرعية لأنها لم تقدم شيئاً للشعب عندما تفشل هذه عندما تصر على تقديم الفشل للعراق وأن يصل العراق لهذه الطريقة والشعب يطلع يظهر يوم 25 شباط في أنه داعش طلع العراقيين طلعوا في 55 مدينة تظاهروا ضد كل هذه القضية ما زال أهل العراق يتظاهرون المطالبة بالكهرباء والماء الصالح للشروف في أي بلد هذا؟ بلد موازنة السنوية أكثر من 100 مليار دولار والشعب يطالب بماء صالح للشرب وكهرباء ويتحدثون عن ديمقراطية وازدهار وتقدم وأحزاب كذبة كبيرة وشرعية لا شرعية لحكومات لا تعرف أن تضبط الأمن تحافظ على أمن المواطن على الأمن المجتمعي على أن تبني للمواطن شيئاً تبني تجربة تبني حياة طريق للحياة تبني تعليماً جيداً صحة جيدة خدمات تضع منهجاً للصناعة والزراعة وهذه كلها غير موجودة أستاذ فاروق أشكرك فاروق يوسف هذه الحجة بقيت لها من معنى أنه هذا شرعية النظام مستمد من الإرادة الشعبية من صناديق الاقتراع نظام سياسي أسس بغزو أجنبي قام بالأساس على أسس تضح أنها كاذبة وزائفة الآن رفض شعبي كبير لهذا النظام يمثل من هذا النظام الآن؟ خلي اختصر القياه نعم بالحقيقة هذا النظام يمثل نفسه يمثل الوصفة الأمريكية التي قديمة جداً من 1952 طرق الأمريكان فكرة أن هذه المنطقة لا يمكن أن تحكم إلا من قبل الأحزاب الدينية وكان الأخوان المسلمين برازهم في مصر نعم والحقيقة مع ثورات الربيع العربي كان المشروع جاهز يعاد يعاد إنتاجه لكن مصر هي الغدرة بهذا المشروع لما الشعب المصري خرج إلى الشارع وجاب أسكري وقال أفضل العسكري أفضل من هذا المتديني حكمني بالحقيقة خلاصة كل التجارب الانتخابية الأربعة بضمنها طبعا تجربة الدستور وهذه الخامسة الشعب العراقي شعب مختطف من قبل المرجعية الدينية والدليل هذا الأسبوع الشعب والمخب بين قوسيا السياسية والثقافية تنتظر توضيحات المرجع الأعلى يريد أن يقول لهم ما رأي ينتخبوك ومنهم رأي ينتخبوك نعم وهذه أعجب أعجب شيء إلا إذا اعترفنا أن العراق دولة دينية وهو بالحقيقة دولة دينية وأنا بالحقيقة يعني وهذا ما قال صدر الدين القبانشي قال أن الحكمة في العراق حكم ديني أتمنى من الشعب العراقي نعم أن يطلب من حكامه أن يعلموها صراحة أشكرك يكونون هنا دولة دينية ونطبق أشكرك الشريعة واحدة مثل إيران الدولة الثانية بالعالم اللي هي دولة دينية ولاية الفقه شكرا للكاتب الصحف أستاذ فاروق يوسف شكرا لزيلا عفوا عفوا هناك تصريح للعامري يثبت أن هناك ولاية فقه في العراق لما قال أنه نطيع أوامرك في جواب على التوضيحات نطيع أوامرك إذن هناك ولاية فقه جديدة في العراق كل زعماء الميليشيات صرحوا بتلقيهم الأوامر حتى من خامنة وليس من مرجعية والعبادي رئيس العبادي سامحني سيد فاروق الوقت انتهى شكرا جزيلا على يعني هذه المشاركة القيمة الدكتور عبد الحميد العالي بدقيقتين إذا أمكن يعني هذه نقمة شعبية واضحة على هذا النظام استنفذ كل الفرص هذا النظام يعني كما كما هو واضح لم تبقى له إلا القبضة الحديدية في الاستمرار وفرض نفسه في العراق إلى أي حد ستنجح هذه القبضة الحديدية على طريقة الأنظمة الاستبدادية أولا يعني حتى أيضا نصحح المسار يعني القطأ في التطبيق لا يلغي الأصل إذا كان هؤلاء مشوهين للدين فلا يعني ذلك أن نكون حربا على الدين فما موجود اليوم هي ليست دولة دينية هي دولة طائفية مشوهة للدين ثانيا هذه الحكومات هي تسير وفق الاحتلال يعني امتداد الاحتلال في تنفيذ هذه القبضة الحديدية تطبيقها منذ البداية إلى الآن ولكن مهما طال الزمن فسيكون هناك الكلمة الأولى والأخيرة للشعوب لكن نحن ندعو دائما ونسعى إلى أن يكون للشعب الشعب العراقي تحديدا نتحدث بيئة بيئة آمنة بيئة حرية حرية سياسية اقتصادية أمنية إلى آخره حتى يكون أو يخرج من هذا من هذا الأسر أسر هذه الطائفية وهذه المحاصصة وهذا الشحن حتى يكون يقول كلمته الحق ولا يكون مكان لهؤلاء يعني المرحلة القادمة مرحلة الشعب ما يقوله الشعب لا نتكلم عن اليوم لأن للأسف إلى الآن الشعب العراقي أسير هذا الشحن الطائفي وإن كان نرى هناك بواد كما كان قبل كما كان في 2003 هناك وعي كبير وهناك وعد متزايد ولله الحم ونرى ذلك على لسان كثير من أبناء الشعب العراقي لكن لا تزال هناك قسم كبير من هذا الشارع يغلب المصلح الآنية ومنساق وأسير لهذا الخطاب الطائفي فينظر إلى الانتماء الطائفي مقدما على الانتماء الوطني وبالتالي ها الذي يسير في هذا المسار إنما هو كالذي يبيع حقوقه بمبلغ زهيد أو ببطانية أو بدجاجة ونحوها شكرا جزيلا للدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين وشكرا أيضا للكاتب الصحف في العراقي الأستاذ فاروق يوسف كان معنا من لندن عبر السكاي في هذه الحلقة التي بحثت في النظام السياسي في العراق وحقيقة الديمقراطية أيضا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليمدنا بخلاصة ما جرى من نقاش في هذه الحلقة ابقوا معنا إذن دكتور هذا المشروع خلال 15 سنة لم يستطع أن يعالج أخطاء لم يستطع أن يصوب مساره وبالتالي فلا يتوقع منه أن ينتج مشروعا للإصلاح والتغيير كما تساق اليوم الوعود كثيرة في ضرورة الانتخابات التي ستجري في 12-5 الوضع القائم النظام القائم في العراق لم يأتي لكي يضع العراق على الطريق الصحيح جاء بالعكس ليضع العراق في الهاوية يدفع العراق إلى الهاوية كل شيء صحيح يجب أن يخرب ويدفع العراق وما يبنى كله خراب في خراب بني الفساد والخراب والأمية والجهل والفقر وكل هذه المخرجات طوال 15 سنة تدل بما لا يقبل الشك أن هؤلاء جاءوا لتخريب العراق لم يأتوا لتصحيح المسار لم يأتوا لوضع العراق على السكة الصحيحة بالعكس دفعوا العراق إلى الظلمة إلى نفق من مضم هل ثمت إدراك شعبي ووعي شعبي بهذه الحقيقة النخب تدركها لكن هل ثمت وعي شعبي إدراك شعبي لهذه النتيجة لهذا المآل الذي تتحدث حضرتك عنه الوعي الشعبي مثل مناسب المياه ترتفع قليلاً قليلاً للغاية التي تغرق كل المساحات أو تمتد على المساحات الآن مناسب الوعي ترتفع بدأت ترتفع متقدم الآن وعي؟ ترتفع ليس متقدماً متقدماً عما كان 2003-2004 بالتأكيد هذه التجربة المريرة للشعب العراقي مع هذه الطغمة الحاكمة مع هذه الأعزاب جعلت وعيه يزداد رؤيته تتضح معاناته الكبيرة خلقت وعياً جديداً رفعت المناسب نأمل وهذا واقع وكلنا ثقة أن مناسب هذا الوعي سترتفع والفترة القادمة سترتفع في هذه المناسب واستؤدي لإزاحة كل هذا يعني هناك أمل كبير في الله أولاً وفي هذا الشعب أن يتكون مناسب وعياً أعلى بكثير بسبب هذه المعانات بسبب هذا الضغط الكبير الذي وقعتها شكراً دكتور رافع نلتقي في الأسبوع القادم شكراً لك شكراً لك شكراً لك